للسنة الخامسة والأربعين ترفع وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للكونغرس الأمريكي لكن تقرير العام 2020 يتميز باستغلال بعض الدول لوباء كورونا لتقييد الحقوق وترسيخ الحكم الاستبدادي يظهر التقرير أن مسار حقوق الإنسان يستمر في التحرك في الاتجاه الخاطئ نرى ذلك في الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الإيغور ذات الأغلبية المسلمة وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية في شينجيانك في الهجمات على السياسيين المعارضين ونشطاء مكافحة الفساد والصحفيين المستقلين وسجنهم في أماكن مثل روسيا وأغندا وفنزولا نرىه أيضا في الاعتقال التعسفي والضرب وأعمال العنف الأخرى ضد المتظاهرين في بيلاروسيا وفي الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل أطراف النزاع في البلاد ونرى ذلك في عمليات القتل والاعتداءات الجنسية وغيرها من الفضائع التي تم الإبلاغ عنها بشكل موثوق في منطقة تيجري الإثيوبية وفي عمليات الإعدام والاختفاء القصري والتعذيب التي يرتكبها النظام السوري فضلا عن الهجمات المستمرة على المدارس والأسواق والمستشفيات إدارة الرئيس جو بايدن تضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية الأمريكية لقد جادل البعض بأنه لا يستحق الأمر بالنسبة للولايات المتحدة أن تتحدث بقوة عن حقوق الإنسان أو أنه يجب علينا تسليط الضوء على الانتهاكات فقط في بلدان مختارة وبطريقة تعزز مصالحنا الوطنية بشكل مباشر أعتقد أن هؤلاء الناس أخطأوا الهدف إن الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان هو في مصلحة أمريكا وأثنى تقرير حقوق الإنسان على شجاعة الشعوب التي نزلت إلى شوارع داعية حكوماتها لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ووضع حد للتمييز لانتهاكات حقوق الإنسان عواقب بحسب الوزير أنطوني بلينكين وستعمل الإدارة مع الكونغرس على سن تشريعات جديدة لمحاسبة المنتهكين وستفرض عليهم عقوبات بالتعاون مع شركائها وحلفائها وفي المقابل ستوفر الإدارة حوافز تجارية وتنموية للدول التي تأخذ خطوات إيجابية تجاه احترام حقوق الإنسان ميشيل غندور وزارة الخارجية الأمريكية وواشنطن ترجمة نانسي قنقر